من عام خلاه من أخواء من بيننا وبينه من المحبة والود والسيل في طريق الآخرة كم كان معنا منهم ثم ذهبوا ولن يعودوا فيذهب المرء للقاء ربه وهذا الأمر جعله الله غيبا مغيبا لأن الأجل لا يعلم انتهاءه وانقضاءه إلا الله والإنسان قد يكون في آخر عمره وهو يحسب أن أمامه عمرا طويلا مديدا وما أهلك الناس شيء كالتسويف والأمل بل على الإنسان أن يعمل كأنه سيموت غدا وأن يجتهد في إرضاء الله رب العالمين لا تسوف لماذا لا تتوب الآن ومن أدرك أنك تعيش بعد الآن ولو لحظة لماذا لا تتوب إلى الله رب العالمين الآن فعلى المرء أن يتوب إلى ربه وتوبة ليست كلمة يقولها اللسان بل قول اللسان وفعل القلب والجوارع على الإنسان أن يخلي عن المعصية وأن يندم عليها وأن يعزم على أن لا يعود إليها وأن يكون ذلك كله بإخلاص لله رب العالمين ثم أن يقع ذلك منه قبل أن تبلغ الروح الحلقوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها فهذا أوان انقضاء زمان التوبة بالنسبة لعموم من في الأرض وإذا بلغت الروح الحلقوب فقد انتهى وقت التوبة بالنسبة لمن بلغت روحه الحلقوب فلما تسوف حتى إذا بلغت الروح الحلقوب قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان لما لا تستدرك وأنت على رأس طريقك لما لا تتوب إلى ربك وخاصة في حقوق العباد إذا كان لأحد عندك مظلمة فأدها إليه اليوم استرضه إن كنت قد ضربته ظلما فمكنه من ضربك إن كنت قد اغتبته فحاول أن تستحله فإن لم يقبل أن يعفو عنه مما وقعت فيه في حقه بلسانك إلا ببدل مال فابذل له المال الآن